بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جديد في قناة مدرستي في درسين جديد الدرس اليوم سيتناول اتصال الاتين على مجال la continuity d'une fonction sur un interval باللغة الفرنسية إذن نبدأ بالمجال المحدود المغلق إذن نعتبر A-B مجالا من R مجال من R هذا المجال يعني مجموعة النقط التي هي المحصورة بين A و B هذه المجموعة هي مجموعة الاعداد الحقيقية بحيث A أصغر من أو يساوي X أصغر من أو يساوي B جميع العداد الحقيقية الأكبر أو تساوي A أو الأصغر أو تساوي B إذن المحصورة بين A و B هنا المجال يحتوي على A ويحتوي على B إذن نعتبر F دالة معرفة معرفة على هذا المجال A-B إذن نقول نقول إن F متصلة على المجال المفتوح A-B إذن نبدأ بالمجال المفتوح A-B بالنسبة للاتصال نقول إن F متصلة على المجال المفتوح A-B إذا كانت إذا كانت F متصلة في جميع نقاط المجال A-B أو في جميع عناصر المجال A-B إذن تكون F دالة معرفة على A-B يعني المجال المفتوح المغلق تكون متصلة على المجال المفتوح A-B مفتوح من جهة A ومفتوح من جهة B إذا كانت متصلة في جميع نقاط المجال المفتوح A-B يعني ما مكانت سيما كان نقصب هنا ما مكانت X ينتمي للمجال A-B F est continu باللغة الفرنسية est continu en X كله كله que x appartiene A-B F est continu en X dans ce cas on dit que la fonction F est continue sur l'intervalle over A-B هذا هذا هو تعريف يعني الاتصال على المجال المفتوح بالنسبة للمجال المغلق إذن نقول بأن F متصل على المجال المغلق A-B يعني مغلق من جهتين A و B بشرط أن تكون F متصل على المجال المفتوح Mفتوح A-B وكذلك F متصل على يمين يمين A وعلى يسار B إذن هناك شرطين لكي تكون F متصل على المجال المغلق A-B يجب أن تكون أولا متصل على المجال المفتوح ثانيا أن تكون متصل على اليمين في A وعلى يسار B يعني هكذا المجال A-B يجب أن تكون متصل على يسار B ومتصل على يمين A ومتصل في جميع النقاط المجال المفتوح A-B إذن هناك ثلاثة شروط F متصل على المجال المفتوح A-B وF متصل على اليمين A وF متصل على يسار B لكي تكون متصلة على المجال المغلق A-B إذن سأعطيكم مثالا لكي تفهموا جيدا إذن لاحظوا هذا الشكل لاحظوا الدلة المعرفة على المجال ناقص 1 3 إذن المجال ناقص 1 ناقص 1 3 إذن نشتغل على المجال ناقص 1 3 لاحظوا ناقص 1 إلى العدد 3 إذن شكل الدلة بين ناقص 1 و 1 هو هذا الشكل هكذا صورة ناقص 1 هي ناقص 1 إذن نكتب ها هنا صورة ناقص 1 هي ناقص 1 أما هنا الشكل مفتوح أو المنحن مفتوح إذن صورة 1 ليست هذه النقطة صورة 1 هي هذه النقطة يعني 1 2 3 هي 3 هنا صورة ناقص هي 1 أتدير صورة 1 هي صورة ناقص 1 هي 1 صورة 1 هي 3 ثم صورة 3 نرسم هنا صورة 3 تساوي تقريبا 0 فاصلة إذن هنا 1 هنا 2 عدرا عدرا 2 2 صورة ناقص 1 هي 2 صورة 1 هي 3 صورة 3 هي 1 فاصلة إذن فل 3 تساوي تقريبا 1 فاصلة 1 2 تقريبا 1 2 إذن لاحظوا بأن الدلة هنا متصلة انطلاقا من ناقص 1 إلى 1 مفتوح كذلك هنا متصلة على المجال 1 3 3 وإذن سأرى هل هي متصل على المجال المفتوح أو المجال المغلوق إذن إذا حسبنا نهاية x إلى ناقص 1 لف لإكس لإكس تساوي بما أن f لنقص 1 تساوي 2 وهي هذه النقطة تنتمي إلى المنحنة إذن النهاية هي f لنقص 1 التي تساوي 2 إذن متصلة على اليمين في نقص 1 إذن دلة متصلة على اليمين في نقص 1 ثم على اليسار في 1 نهاية x إلى 1 على اليسار لف لإكس هنا النهاية على اليسار تساوي 1 وتخالف f ل 1 التي هي تساوي 3 ف لواحد تساوي 3 إذن دلة هنا غير متصلة على اليسار في 1 غير متصلة على اليسار في 1 وبالتالي يمكن أن يقول دلة f متصلة على المجال و نقص 1 1 مفتوح مفتوح ولكن f غير متصلة على المجال المغلق نقص 1 1 لماذا؟ لأنها غير متصلة على اليسار في 1 ولكن بالنسبة لجميع النقاط التي تنتمي إلى المجال ناقص 1 1 فهي متصلة وبالتالي متصلة وكذلك متصلة على اليمين في ناقص 1 إذن 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 نكتب زائد يعني اليمين في ناقص 1 إذن f متصل على المجال ناقص 1 1 مفتوح من جهة 1 وغير متصلة على المجال ناقص 1 1 مغلوق لماذا؟ لأنها غير متصلة على اليسار في 1 الآن سنأخذ المجال 1 3 لاحظوا بأنها على شكل قطعة مستقيمية إذن بين 1 و3 هي متصلة لاحظوا الشكل متصل غير متقطع صورة 3 هي 1.2 هي هذه النقطة تنتمي إلى المنحنة وصورة 1 هي 3 إذن هذه نقطة المنحنة 1 3 تنتمي إلى المنحنة وبالتالي نلاحظ بأنها متصلة على المجال 1 3 إذن الدلائف متصلة على جميع نقاط المجال المفتوح 1 3 ومتصل على اليسار في 3 لأن النهاية تساوي f 3 ومتصل على اليمين في 1 لأن نهاية دلائف على اليمين تساوي f 3 تساوي f 1 التي هي النقطة 3 وبالتالي الدلائف متصلة على المجال 1 3 f متصلة على المجال 1 3 مغلوق إذن لكي تكون الدلائف متصلة على مجال مغلق A B يجب أن تكون F متصلة على A B يجب أن تكون متصلة على المجال المفتوح A B وكذلك وكذلك متصلة على يمين لعدد A وكذلك متصلة على يسار B على يسار لعدد B هذا بالنسبة للمجال المفتوح والمجال المغلق المحدود بالنسبة للمجال مثلا A زائد مالنهاية المجالات التي تكثر على هذا الشكل لكي تكون الدل متصلة على هذا المجال يجب أن تكون متصلة على جميع النقاط A زائد مالنهاية مفتوح A زائد مالنهاية مفتوح وتكون متصلة على اليمين في العدد A لكي تكون متصلة على المجال المغلق A زائد مالنهاية نفس الشيء إذا كان لدينا ناقص مالنهاية B لكي تكون متصلة على المجال المفتوح ناقص ما لا نهاية B يجب أن تكون متصلة في جميع نقط هذا المجال ولكي تكون متصلة على المجال المغلق ناقص ما لا نهاية B يجب أن تكون متصلة على هذا المجال المفتوح ناقص ما لا نهاية B ومتصلة على اليسار في B لكي تكون متصلة على المجال المغلق إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصل لكم كل جديد ونتوقف عند هذا الحد وإلى فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوا كذلك تشجيعنا بالضغط على زر لايك لكي تشجعون على الاستمرار ومرحبا بأسئلتكم وتعليقاتكم إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته